موسيقى مقتل عشر من عمال حقل النفطي في شرق سوريا جراء اعتداء على حافلاتهم الرئيس الروسي واكد لنظيره الصينية همية تطوير التعاون العسكري بين البلدين لتعزيز الامن الاقليمي الصحة العالمية تدعو بكين للمزيد من الشفافية بشأن وباء كورونا والصين تعتبر قيود الصفر بشأنها تمييزيا تحياتي مشاهدين الكرام من نشرة مفصلة لاهم وآخر الانباء نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء من تشر من انباء بشأن صدور قرار يربط تسليم المهام الادائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصرفات الدراسية وشددت وزارة التربية والتعليم على ان تسليم المهام الادائية ليس له علاقة بالمصرفات الدراسية مناشدة اولياء الامور بالابلاغ عن اي مدرسة مخالفة ليتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها من ناحية اخرى تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 557 قضية تمونية بمضبوطات بلغت اكثر من 376 طن مواد غزائية وغير غزائية وتمكنت من ضبط 109 اطنان في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كانت وزارة الداخلية قد اعلنت ايضا البدء مدء فاعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى نهاية يناير عامي 2023 وتهدف هذه المبادرة لتوفير كافة السلع الغزائية وغير الغزائية المخفضة عن مسيلتها بالنسبة تصل الى 60% بالمنافذ والسرادقات نظمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صلون نقاشيا بعنوان العدالة الثقافية في اطار الفاعليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة دمن الحوار الوطني وقد اصدر الصلون النقاشي عدة توصيات ابرزها احياء مسارح قصور الثقافة اعداد مادة ثقافية لطلاب المدارس بالاضافة لتطوير المنصة الالكترونية للوزارة ننتقل الى الطائفة من الاخبار العربية اصيب 35 مواطنا واعتقل شاب وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس صباح اليوم وكانت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت المدينة من عدة محاور وحصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة بينها وبين عدد من الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام وقد افدت مصادر بالهلال الاحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال قد اعتقلت خلال اقتحامها الشاب احمد المصري والذي كان متواجدا بالمنزل المحاصر اكد رئيس روسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لمساعدة في استخرار الوضع واعادة الاعمار وذلك بعد الصراع في سوريا جاء ذلك خلال برقية من الرئيس الروسي الى الرئيس السوري بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد وبمناسبة اعياد الميلاد وجدد رئيس بوتين تأكيده على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة اراضيها وعلى استعداده لمواصلة الاسهام في استقرار الوضع واعادة الاعمار بعد الصراع في البلاد دعت الخارجية الفرنسية تركية الى التمييز ما بين حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة ارهابية وبين الاكراد وخلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين اكدت باريس تعزيز حماية الوجود الدبلوماسي التركي في جميع انحاء الاراضي الفرنسية عقب تظاهر مئات الاكراد تنديدا بالهجوم المسلح الذي نفذه رجل فرنسي في باريس منذ اسبوع واسفر عن مقتل ثلاثة من الاكراد في المقابل ادانت الخارجية التركية ما اعتبرته دعاية ضد انقرة قد صدرت من عناصر ارتبطت بحزب العمال الكردستاني ومن منظمات كردية تركية في باريس الامر الذي ادى لاستدعاء تركيا للسفير الفرنسي لديها للاحتجاج قتل عشر من عمال حقل النفطي شرق سوريا واصيب اثنان جراء اعتداء استهدف ثلاث حافلات كانت تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير زور وافدت مصادر ان الهجوم قد بدأ بتفجير عبوات الناسفة لدى مرور الحافلات قبل ان يبادر عناصر تنظيم داعش لاطلاق الرصاص عليهم ويشن التنظيم الارهابي بين الحين والاخر هجمات تستهدف قواعد واليات عسكرية في منطقة البادية السورية المترمية الاطراف الممتدة بين محافظتي حمص ودير زور عند الحدود مع العراق قال وزير الخارجية التركية مولود جويش اغلو ان بلاده مستعدة لنقل السيطرة بمناطق موجودية في سوريا الى سلطة الحكومة السورية واكد اغلو ضرورة تأمين عودة امنة للاجئين السوريين الى بلادهم وضف الوزير ان الحكومة السورية ترغب بعودة السوريين الى بلادهم مؤكدا انه من المهم ان يتم ذلك بشكل ايجابي مع ضمان سلامتهم اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن امل في ان تكون السنة الجديدة بداية لخروج لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها وان تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ومعالجة وضع البلد وايجاد طريق للحل واكد ميقاتي انه ان اللبنانيين لن يتخلوا عن الامل بالنهود ببلدهم وعودة الامور الى وضعها الطبعي اشهدت الولايات المتحدة بالاطلاق الرسمي لبعثة الاتحاد الافريقي لضمان التنفيذ الكامل لتفقية وقف الاعمال العدائية في شمال اثيوبيا في غضون ذلك انسحب جنود اريتريين من بلدتي شاير واكسوم وذلك في اقليم تجري شمال اثيوبيا حسب ما افاد شهود عيام وقتلت القوات الارترية الى جانب الجيش الاثيوبي خلال الحرب المستمرة منذ عامين ووقعت الحكومة الاتحادية الاثيوبية اتفاقا لوقف اطلاق النار مع قوات اقليم تجري في شهر الماضي ولكن اريتريا لم تكن طرفا في ذلك الاتفاق اعلنت القوات المسلحة الروسية في منطقة دونسك انها تمكنت من القضاء على نحو خمسين جنديا اوكرانيا ودمرت سبع قطع من المعدات العسكرية خلال اربع وعشرين ساعة من ناحية اخرى اعلن عضو مجلس ادارة مقاطعة زابوريجا الموالية لروسيا ان القوات الاوكرانية قصفت مدينة انر جودار والمنطقة الصناعية حول محطة زابوريجا للطاقة النقوية من ناحية اخرى قالها الجيش الاوكراني ان روسيا اطلقت 16 طائرة مسيرة انتحارية ايرانية الصنعة وذلك بعد يوم من اطلاق موسكو لعشرات الصواريخ التي استدفت البنية التحتية الحيوية في اوكرانيا في غضون ذلك قال رئيس الاوكراني زيلانسكي ان معظم المناطق في بلاده تعاني من انقطاع الطائر الكهربائي جراء القصف الروسي استمرارا لتهديد البنية التحتية الحيوية نفذت القوات المسلحة الروسية خمس وثمانين ضربة صاروخية وخمس وثلاثين غارة جوية مستهدفة العاصمة كييف ومدنا اخرى هيئة الاركان الاوكرانية اكدت ان القوات الروسية تحاول تنفيذ عمليات هجومية في اتجاه بخموت وتحسين موقعها تيكتيكي في اتجاهي ليمان وكوبياناسك الهيئة العامة للقوات المسلحة الاوكرانية اعلنت ان وحدات من المدفعية والصواريخ استهدفت خمسة مواقع قيادة روسية ومستودع ذخيرة خلال الساعات الاربعين وعشرين الماضية الجيش الاوكراني اعلن ايضا ان روسيا اطلقت 16 طائرة مسيارة انتحارية ايرانية الصنع بعد يوم من اطلاق موسكو عشرات الصواريخ في احدث هجوم يستهدف البنية التحتية الحيوية في اوكرانيا الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينيسكي قال ان معظم مناطق بلادي تعاني من قطاع القهرباء بعد هجمات صاروخية روسية مكثفة استهدفت البنية التحتية للطاقة اعتبارا من هذا المساء هناك انقطاع للطيار الكهربائي في معظم مناطق اوكرانيا الامر صعب بشكل خاص في منطقة كييف والعاصمة ومناطق لافيف و اوديسا و خريسون و فينيتسيا مع كل ضربة صاروخية من هذا النوع لا تجني روسيا سوى دفع نفسها بشكل اعمق الى طريق مسدود الخطوط الامامية من المعارك بقيت دونتغيير خلال اليوم المنصرم روسيا لم تتخلى بعد عن السيطرة على اقليم دونتسك من جانبها حثت السلطات سكان العاصمة الاوكرانية كييف على التوجه الى ملاجئ الغارات الجوية مع اطلاق سفارات الانذار في جامعة انحاء المدينة وذلك بعد يوم من تنفيذ روسيا اكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب في فبراير وزارة الدفاع الاوكرانية قالت في بيان ان اكثر من ثمانية عشر مبنى سكانيا وعشر منشآت حيوية للبنية التحتية دمرت في الهجمات الاخيرة وادت الضربات الجوية الروسية في الاشهر القليلة الماضية التي سادفت البنية التحتية للطاقة الى انقطاع الكهرباء وتدفئة عن الملايين في درجات حرارة شديدة البرودة اعرب الكريملين عن قلقه جرأ اسقط صاروخ اوكراني مضاد للطائرات بعد ان حلق داخل المجال الجوي لبلاروسيا قالت وزارة الدفاع في بلاروسيا ان دفاعاتها الجوية اسقطت صاروخا اوكرانيا من طراز اث 300 سطح جو على بعد نحو 15 كيلو مترا من الحدود مع اوكرانيا جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه روسيا تطلق عشرات الصواريخ على مدن في ارحاء اوكرانيا في واحدة من اكبر موجات الضربات الصاروخية منذ بدء الصراع شدد وزير الخارجي الامريكي انتوني بلانكين على ضرورة ان توقف روسيا هجماتها وتسحب قواتها من اوكرانيا وتلتزم بالسلام قال بلانكين ان اوكرانيا طرحت رؤية لسلام الان موسكو ردت بوابل جديد من الضربات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية للطاقة وكان رئيس الاوكراني زيلانسكي قد اعلن في نوفمبر عن رؤيته الاحلال السلامي في اوكرانيا التي تشمل عشر نقاط دعا يان ستولنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي دعا الدول الاعضاء الى امداد اوكرانيا بالمزيد من الاسلحة لدعمها في حربها ضد روسيا واضاف انه ربما من الاهم ان تتلقى اوكرانيا ما يكفي من الذخيرة للانظمة الموجودة بالفعل مضيفا ان الحاجة الى ذخيرة وقطع الغيار هائلة وذكر استولنبرغ ان الدعم العسكري لاوكرانيا هو اسرع طريق للسلام كان الرئيس الاوكراني زيلانسكي في خطاب وجهه لمجموعة من القادة الغربيين مجموعة بالحاجة لمجموعة واسعة من الانظمة الخاصة بالدفاع الجوي للمساعدة في مواجهة الغزب الروسي تعهد رئيس المزراء البريطاني ريتشي سوناك بمواصلة تقديم الدعم لاوكرانيا اعلن سوناك تقديم مجموعة من الاجهزة الجديدة لنزع الالغام والمقاومة للمتفجرات في الاراضي الاوكرانية وتتضمن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة ما يزيد عن الف جهاز كاشف للمعادن ومئة مجموعة من اجهزة نزع الاسلحة المتفجرة من ناحية اخرى اكد رئيس الروسي بوتين خلال رقائه عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس الصيني تشي جين بينغ انه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين واشاد بمقاومة البلدين في مواجهة الضغوط الغربية اشار بوتين ان اهمية العلاقات الروسية الصينية تتزايد كعمل استقرار الا انه يتوقع قيام نظيره الصيني بزيارة دولة روسيا في ربيع العام القادم في اطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني تشي جين بينغ قمة عبر تقنية الفيديو ناقشا خلالها العلاقات الثنائية وخلالك لماذا اكد بوتين اهمية الشراكة بين روسيا والصين كعامل استقرار على الساحة الدولية وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم واوضحان تعاون العسكري مع بكين مهم لتعزيز الامن الاقليمي بالطبع يحتل التعاون العسكري مكانا خاصا في اطار التعاون الروسي الصيني مما يسهم في ضمان امن بلدين وتحقيق الاستقرار في المناطق الرئيسية لذلك نهدف الى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الروسية والصينية كما اشر الرئيس الروسي الى ان بلاده ستصل لهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين الى 200 مليار دولار قبل عام 2024 موضحا ان روسيا ستزيد من مستويات ضخ الغاز الى الصين العام القادم من جانبه قال رئيس الصيني تشي جينبينج ان بلاده مستعدة لرفع مستوى التفاعل السياسي مع روسيا وان تكون شريكة دولية في ظل الوضع العالمي الراهن نحن على استعداد لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا تزويد بعضنا البعض بفرص التنمية وان نكون شركاء عالميين لصالح شعوب لداننا ولصالح الاستقرار في جميع انحاء العالم وقد اكتسبت العلاقات بين روسيا والصين التي يصفها الجانبان بانها شراكة بلا حدود اكتسبت اهمية كبيرة بعد انطلاق الحرب في اوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير بينما فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا احجمت الصين عن ادانة حملة موسكو العسكرية واكتفت بالتجديد على الحاجة للسلام قد زادت صادرات الطاقة الروسية الى الصين بشكل كبير منذ اندلاع الحرب واصبحت موسكو اكبر مورد منفرد للنفط للصين موسيقى دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس ادهانم الصين الى المزيد من الشفافية المتعلقة بوضع وباء كورونا في البلاد وقال ادهانم ان القيود التي فردتها بعض الدول ردا على تفشي الاصابات بفيروس كورونا في الصين مفهومة بالنظر لنقص المعلومات من بكين واضاف ان منظمة الصحة العالمية بحاجة للمزيد من المعلومات التفصيلية من اجل اجلاء تقييم شامل للمخاطر على الارض في الصين دعيا بكين لمواصلة تتبع الفيروس وتطعيم الاشخاص الاكثر عرضة للخطر من جانبها قالت وسائل اعلام رسمية الصينية ان شروط فحص كوفيد 19 التي تبقتها عدة بلدان حول العالم بسبب زيادة الاصابة بالمرض في الصين تمييزية وفوجيات بعض البلدان بحجم التفشي في الصين وعبرت عن شكوكها في احصاءات بكين الخاصة بكوفيد 19 اذ ازمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعديدة من الدول المسافرين الوافدين من الصين للخضوع لفحوصات كوفيد 19 في اوضحي رد حتى الان على القيود التي تبطئ اعادة فتح البلاد قالت وسائل اعلام رسمية صينية ان شروط فحص كوفيد 19 التي تبقتها عدة دول حول العالم بسبب زيادة الاصابة بالمرض في الصين تمييزية كانت الصين قد اغلقت حدودها لمدة ثلاثة اعوام وفرضت نظاما صارما للاغلاق العام والفحوصات المستمرة لكنها تراجعت على نحو مفاجئ عن هذا المسار واتجهت نحو التعايش مع الفيروس في السابع من ديسمبر واتزمن هذا مع انتشار موجة اصابات في انحاء البلاد في غدون ذلك فوجئت بعض البلدان بحجم التفشي في الصين وعبرت عن شكوكها في احصاءات بكين الخاصة بكوفيد اذ التزمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعديد من الدول الزمت المسافرين الوافدين من الصين بالخضوع لفحوصات كوفيد 19 من جانبها ستوقف الصين شرط الزم كافة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي بدءا من الثامن من يناير لكنها ستطلب تقديم تنتيجة فحص بي سي ار سلبية في غدون 48 ساعة قبل الوصول في المقابل اثارت الولايات المتحدة مخاوفة من متحورات محتملة للفيروس اثناء انتشاره في اكثر بلدان العالم سكانا فضلا عن شفافية البيانات التي تعلنها الصين هذا وقد اعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الاوروبي عن اعتقادها بان فرض فحوص كوفيد الزامية على المسافرين الاتين من الصين غير مبرر وقد قال المركز الاوروبي لمراقبة الامراض والوقاية منه انه لا يعتقد ان ارتفاع عدد الاصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل نظرا للمناعة السكانية الاعلى ضمن بلدان الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الاوروبية كانت سياسة الصين الصارمة المعروفة بصفر كوفيد المعتمدة منذ العام 2020 قد سمحت بحماية السكان لحد كبير من الفيروس غير ان هذه الاجراءات القاسية التي ابقت البلاد معزولة لحد كبير عن بقية العالم وجهت ضربة قاسية لثاني اكبر اقتصاد في العالم واثارت سخطا غير عادي في نوفمبر الماضي حثت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة الامريكية الصين سبل منع كوريا الشمالية من الانخراط في المزيد من الاستفزازات واعادتها الى محادثات نزع السلاح النووي واضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ان الممثل الخاص لايصال لشؤون السلام والامن في شبه الجزيرة الكورية عقد مباحثات ومشاورات هاتفية مع نظيره الامريكي والمبعوث الاعلى لبكين واشار البيان الى انه تم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة الرد الصارم على اي نوع من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية على اساس الموقف الدفاعي المشترك بين سول وواشنطن ادنت محكمة في ميانمار زعيمة البلاد المخلوعة اونغ سانسوكي في خمس اتهمات بالفساد واصدرت بشأنها حكما مجمعا بالسجن لسبع سنوات لينتهي بذلك نظر اخر القضايا التي كانت تواجهها وقضت سوكي الحاصلة على جائزة نوبل السلام في بلادها قسما كبيرا من حياتها السياسية رهنا للاعتقال وادينت باحكام لا تقل عن 26 عاما حكم جديد يضاف الى الاحكام السابقة على زعيمة ميانمار المخلوعة اونغ سانسوكي لينتهي بذلك نظر اخر القضايا التي كانت تواجهها سانسوكي تم ادانتها في خمس اتهمات بالفساد واصدر بشأنها حكم مجمع بالسجن سبع سنوات وكانت سوكي قد القي القبض عليها في فبراير من العام الماضي بتهم تتصر باستجارها طائرة هلكوبتر واستخدامها عندما كانت زعيمة فعلية لبلادها وقضت سوكي الحاصلة على جائزة نوبل السلام تقديرا لكفاحها الذي استمر العقود من اجل الديمقراطية في بلادها قضت قسما كبيرا من حياتها السياسية رهن الاعتقال في ظل تولي حكومات عسكرية الحكم ويضاف هذا الحكم الى الاحكام الصادرة بحقها منذ ديسمبر من العام الماضي وتصل الى ما لا يقل عن ستة وعشرين عاما وترفض الدول الغربية المحاكمات وتصفها بانها سورية كما اصدر مجلس الامن الدولي قرارا في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري يطالب بانهاء العنف ويحس المجلس العسكري على اطلاق صراح جميع السجناء السياسيين بمن فيهم الزعيمة المخلوعة نفت الامم المتحدة توقفها عن تقديم المساعدات لافغانستان رغم حظر حركة طالبان لعمل النساء في المنظمات الانسانية في البلاد وذكر منصق الامم المتحدة في افغانستان رامز الاكبروف ان المنظمة ملتزمة بشدة مع شركائها في المجال الانساني بتقديم الخدمات المنقذة للحياة للشعب الافغاني والتلبية لاحتياجاتهم الانسانية واكد انه من غير الممكن تقديم عمل انساني شامل دون مشاركة المرأة مضيفا ان المساعدة ليست مشروطة ابدا لا تزال العاصفة والتي اودت بحياة العشرات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد تلقي بثقة لها على ولاية نيويورك والمسافرين جون في انحاء البلاد واسفرت عن مصرع 59 شخصا على الاقل بينما يستمر تأثيرها في منطقة بوفالو التي فيها المطارات حيث تم الغاء رحلات لمئات الالاف من الركب على الرغم من استمرار للطرابات تخرج الولايات المتحدة ببطء من عصفة تاريخية اصفرت عن مصرع 59 شخصا على الاقل بينما يستمر تأثيرها في منطقة بوفالو وفي المطارات حيث تم الغاء رحلات مئات الالاف من الركاب وشاهدت الولايات المتحدة في الايام الاخيرة تساقط السلوك بغزارة وانخفاضا مفاجئا في دراجات الحرارة كما ان الطاقة السيئة سبب في خراب كبير حتى في المناطق المعتادة على فصول الشتاء القاسية لدرجة ان فرق الانقاذ وجدت نفسها عالقة في بعض الاحيان ووفق حصيلة جديدة صدرت خلال ال24 ساعة الماضية شاهدت مقاطعة ايري في نيويورك حيث تقع مدينة بوفالو قرب الحدود مع كندا 37 وفاة على الاقل من بين 59 حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة وعم شعور بالصقيع بدراجات متفاوتة في معظم انحاء البلاد بما في ذلك في تيكساس وفلوريدا غير المعتادتين على مثل هذه الظروف الجوية ورغم تحسن الوضع في فلوريدا مع ارتفاع دراجات الحرارة اكدت السلطات ان ذلك لا يعني خروج السكان من دائرة الخطر وحظر المسؤول تنفيذي في مقاطعة ايري من انه مع ارتفاع دراجات الحرارة تتوقع الارصال ذوبان الجليد وحدوث فيضانات محتملة بسبب الذوبان السريع وفي هذه الاثناء ظل حظر قيادة السيارات ساريا في بوفالو اعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع حصيلة القتلى جراء الامطار الغزيرة والفيضانات التي اكتاحت اجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد الى 44 شخصا على الاقل وذكرت وكالات الانباء الفلبينية ان 28 شخصا لزالوا في عداد المفقودين عقب الامطار الغزيرة التي تسببت في وقوع فيضانات وانهيارات ارضية وسط وجنوب البلاد ما زالت الطبيعة تلفز غضبها جراء كارثة التغيرات المناخية فقد اعلنت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين ارتفاع حصيلة الوفيات النجم عن الفيضانات والانهيارات الارضية جراء الامطار الغزيرة التي هطلت يوم عيد الميلاد في جنوب البلاد الوكالة اضفت ان الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمحاصيل قدرت باكثر من 4 مليون دولار واغرقت الامطار الغزيرة قرى وبلدات وطرق سريعة مما اكبر اكثر من 50 الف شخص على الفرار من منازلهم الى ذلك قالت الوكالة ان الفيضانات رجعت لكن الامطار مسامرة على نحو متقطع وفي وقت سابق قالت الوكالة ان رجال انقاذ لا يزالون يبحثون عن اشخاص اخرين في اعداد المفقودين في المناطق الوسطى والجنوبية في سياق متصل اضفت الوكالة ان مئات المنازل دمرت خلال موجود الطقس السيء والامطار التي قدرت على اكثر من 7000 خطر من المحاصيل واكبرت عشرات الالاف من الاشخاص على النزوح الى مراكز الايواء يشار الى ان الفلبين تصنف بانها واحدة من بين اقصر الدول عرض لتداعيات تغير مناخ حيث حذر العلماء من ان العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة الحرارة متواصلون وبعد فاصل لولا دا سيلفا ينهي تشكيل حكومته قبل ثلاثة ايام على تنصيبه اخبار الاقتصادية القادمة مشاهدين الكرام وزمين محمد سليمان اليك محمد شكرا لك شرين اخبار الاقتصادية في فنراما الرابعة وتتابعنا فيها مركز معلومات مجلس الوزاعي يؤكد ان مصر ضمن افضل عشرة اقتصادات نموا في العالم خلال 2022 اهلا بكم اكد مركز معلومات مجلس الوزراء ان عام 2022 شهد جهودا والتطورات عديدة برغم الازمات الدولية التي عاصرها العالم خلال العام والقد بظلالها على مختلف الاقتصادات واشار المركز الى ان مصر لفتت انظار العالم الى قدرتها على مواجهة والتثمار الازمات حيث صنفت مصر خلال 2022 كاول دولة في الشرق الاوسط تصدر سندات الساموراي وضمن افضل تماني الدول الافريقية في مؤشر اهداف التنمية المستدامة اكد وزير التجارة والصناعة احمد سمير ان الوزارة تعمل جاهدة على تحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر وتهيئة الظروف الاتثمارية جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير دولة سنغافورة بالقاهرة لاستعراض ملفات التعاون الاقتصادي والاتثماري بين البلدين واوضح وزير التجارة ان العلاقات التجارية بين الجانبين تضعفت خلال عام 2021 في حين اكد السفير حرصة سنغافورة على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها اهم الاسواق في منطقة الشرق الاوسط تابع وزير الاسكان في اجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالاسكندرية واشار الوزير الى ان المشروعات شاملت احلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي ودعم اسطول سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالاسكندرية اظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة تباطؤ معدل لمول اقتصادي الاردني في الربع الثالث من العام الحالي الى 2.6% مقارنة مع 2.9% في الربع الثالث ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الاردني في العام الحالي بنحو 2.7% قالت وكالة الانباية الرسمية ان الحكومة التونسية تعتزم طرح اكتتاب وطني بقيمة 900 مليون دولار للمساهمة في تمويل ميزانية 2023 وتعاني تونس من ازمة مالية وسط صعوبات للوصول الى كرود خارجية بسبب تأخر التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض ارتفع عجز التجار الخارجية في تركيا بالنسبة 60.7% على اساس سنوي ليصل الى 8.8 مليار دولار وذلك في نوفمبر في حين زادت الواردات الى 14% واظهرت بيانات من معهد الاحصاء التركي ان الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما بلغت الصادرات 21.9 مليار دولار وبحسب البيانات فقد زاد العجز في الفترة من يناير وحتى نوفمبر بنسبة 153.4% الى 99.8% وفي اسواق البترول العالمية ارتفعت الاسعار وهي في طريقها لتحقيق مكاسب العام الثاني على التوالي وان كانت ضئيلة وارتفعت العقود الاجلة للخام القياس الاوروبي مزيك برينت 44 سنت الى 83.9 مليار دولار للبرميل بينما بلغ الخام الامريكي نحو 78.88 مليار دولار للبرميل مرتفعا 48.6 ومن المنتظر ان يختتم خام برينت عام 2022 بمكاسبه بنسبة 75.76% بعد ارتفاعه بنسبة 50.12% في 2021 الخام الأمريكي في طريقه للارتفاع بنسبة 4.15% في 2022 بعد مكاسبه بنسبة 55% في 2021 على ارتفاع قد تنهي اسعار النفط 2022 للعام الثاني على التوالي الارتفاع السنوي للذهب الاسودة ليس بقوة العام السابق بسبب شح الامدادات على خلفية الازمة الاوكرانية وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين اكبر مستورد للخام في العالم خام القياس الأوروبي مازيك برينتا قد ينهي العام بمكاسب 5.76% بعد ارتفاعه 50.12% في 2021 بينما يتجه الخام الأمريكي للارتفاع بنسبة 4.5% في عام 2022 بعد مكاسب 55% في 2021 كانت أسعار النفط قد شهدت ترجعا سريعا في النصف الثاني من العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار هذا التوجه جعل السلع الأولية المقومة بالدولار استثمارا أكثر تكلفة لحامل العملات الأخرى كما أدت قيود الصين الحد من فيروس كورونا والتي لم تخفف سوا في ديسمبر إلى القضاء على أمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم وعلى رغم أن التوقعات تشير إلى أن الطلب على النفط في الصين سيتعافى في عام 2023 إلى أن ارتفاع حالة الإصابة بكوفيد-19 فيها ومخاوف الركود العالمية يعيقان توقعات الطلب على السلع الأولية وفيما يتعلق بالإمدادات ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى أسيا أخيرا وقع رئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون ميزانية الإدارة الفيدرالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 تريليون دولار وحصل النص على الدعم من عدد من الجمهوريين مما سمح بتبنيه بسهولة ومنح جو بايدن نجاحا تشريعيا مع اقتراب عام الثاني في البيت الأبيض من نهاية دهت أخبارنا الاقتصادية وعود إلى الزميلة الشرين القشيري لاستكمال بانراما تفضل الفيدر أشكرك يا محمد أنهى لويسو ناسيو دولا دا سيلفا تشكيل حكومته اليسرية قبل ثلاثة أيام على توليه مهامه الرئيسية في البرازيل قام دا سيلفا بتعيين عدد من الوزراء من بينهم امرأتان مارينا سيلفا التي كلفت بحقيبة البيئة وسونيا جوارغارا التي أصبحت وزيرة للشعوب الأصلية قبل أيام على توليه مهامه الرئيسية في البرازيل أنهى لويس ناسيو لولا دا سيلفا تشكيل حكومته اليسرية بتعيين عدد من الوزراء من بينهم مارينا سيلفا التي كلفت بحقيبة البيئة وسونيا جوارغارا التي أصبحت وزيرة للشعوب الأصلية وجرت مشاورات طويلة لتشكيل هذه الحكومة الواسعة التي تتألف من 37 حقيبة مقابل 23 وزارة في عهد الرئيس المنتهي ولايته جايير بولسنارو وتركز حكومة لولا البالغ 77 عاما الذي يبدأ ولايته الرئاسية الثالثة في الأول من يناير على التنوع وهي لم تحقق مساواة بين الجنسين في توزيع الحقائب لكنها تضم 11 إمرأة مقابل سيدتين فقط في حكومة بولسنارو الأولى في عام 2019 أنا مقتنع بأنه يتعين علينا إنشاء أفضل الوزارات التي يمكننا أن نبدأ العمل بها أريد أن أشكر زملائنا في الحزب الذين تمكنوا من الاجتماع معا للموافقة على مشروع قانون تم ذكره على أنه مشروع قانون من حكومة لولا عندما في الواقع كان مشروع القانون لتغطية عدم مسؤولية الحكومة المنتهية ولايتها التي وعدت بأشياء ولم تفي بها لذلك كان علينا أن نفعل ذلك وعين لولا عدد من الوزراء المتحدرين من أصول إفريقية بينهم مارينا سلفا البالغ 64 عاما التي تولت حقيبة البيئة خلال ولايتها الرئاسيتين الأولى والثانية وقد ترشحت لثلاث انتخابات رئاسية ولوزارة البيئة أهمية كبرى في نظر المجتمع الدولي الذي تابع بقلق زيادة إزالة الغابات في الأمازون في عهد بولسنارو وينتظر الكثير من لولا وقالت منظمة مرصد المناخ في بيانة إن مارينا سلفا هي أفضل خيار لاستعادة الإدارة البيئية للبلاد أما وزارة الشعوب الأصلي الأساسية أيضا للحفاظ على أكبر غابة مطيرة في العالم فقد كلفت بها سونيا واجا جارا البالغ 48 عاما إحدى قيادات السكان الأصليين وواحدة من مئة شخصهم الأكثر تأثيرا في العالم وأعين لولا أيضا سيدة أخرى مؤثرة في وزارة التخطيط هي سيمين تيبت البالغ 52 عاما والسنةور التي تنتمي إلى يمين الوسط وعهد بوزارة الرياضة إلى لعبة الكرة الطائرة السابقة آنا موزر الحائزة ميداليا برونزية في أولمبياد عام 1996 وأعلن لولا أنه سيعين سيدتين على رأس اثنين من المصارف الكبرى العامة في البرازيل هذه البندرامة مستمرة وفيها بعد فاصل الطائفة الكاثوليقية بمصر تواصل احتفال بعيد الميلاد المجيد حتى السابع من يناير نيست القديسة تريزا واحدة من أشهر الكنائس المصرية حيث لا يتوقف أزوار الذين يفدون إليها ليلة نهار في مختلف شهور العام واحتفلت الطائفة الخاصة بالأرمن الكاثوليق بعيد الميلاد المجيد في ليلة 24 من ديسمبر ولكن الاحتفالات تستمر حتى السابع من يناير إنها حقا أيام مباركة تحتفل خلالها مصر والعالم بميلاد السيد المسيح عليه السلام والذي أتى للبشرية برسالة سلام ومحبة ومن داخل كنيسة القديسة تريزا للأرمن الكاثوليق تقام الصلوات احتفاءا بهذه المناسبة هذه المناسبة هي ولادة السيد المسيح في بيت لحم وفي مغارة بيت لحم ولما ولد السيد المسيح أنشدت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة لأن كما كتب في الكتاب المقدس في العهد القديم سيولد طفل ولكنه سيكون ملك سلام فهو ملك السلام أتى إلينا طفلا متواضعا في مزود حقير لكي يعلمنا التواضع ويعلمنا أن نكون مع بعضنا البعض في الإنسانية بالخدمة والعطاء والمحبة وأن نحمل البشارة بشارة السلام إلى العالم بأجمعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع والتي أعلن اليونسكو احتفالا خاصا بها هذا العام بمناسبة مرور 150 عاما على ميلادها لها مكانة خاصة في الموروث الديني المسيحي طلبت اليونسكو أن يحتفل العالم بأجمعه بهذه القديسة العظيمة ومعروفة جيدا في مصر ولها كنيسة في شبرة في وسط البلد وكنيسة في مصر وهذه الكنيسة فكتبت عن المحبة كتبت عن الإله وعلى جدران الكنيسة لوحات للقديسين تحكي تراثنا مسيحيا مملوءا بالمشاهد التاريخية القديس نيرسيس شنورالي قديس كاثوليكوس بطريارك للكنيسة الأرمانية من القرن العاشر وكتب أيضا عن السلام والمحبة والأخوة بين الناس فهذان القديسان هذا العام 2023 العالم بأجمعه يحتفل بكتبهم وكتاباتهم وتحوي الكنيسة على الهيكل المقدس والمزود وهو المكان الذي ولد فيه المسيح في بيت لحم المزود وهو مكان الذي ولد فيه يسوع في بيت لحم وكلمة بيت لحم بيت خبز أي الله الذي لم يراه أحد ولكن نؤمن به أخبرنا عنه أسير المسيح لما تجسد من مريم العزراء وصار إنسانا روحانياتنا ينطقوا بها كل ركن من أركان كنيسة القديسة تريزا الكائنة بحي مصر الجديدة واحتفلوا بها طائفة الأرمانية الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد بدءا من ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام وحتى السابع من يناير المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المصر إذن هي ليلة مباركة ترفع فيها أصوات الترانيم وأجراس الكنائس وتقام الصلوات احتفاءا بعيد الميلاد المجيد ميلاد يسوع عيسى عليه السلام والذي جاء للبشرية برسالة سلام ومحبة أمل صبري الختام تذكيرا بالعنوي مقتل عشر من عمال حقل النفطي شرق سوريا جراء اعتداء على حافلاتهم الرئيس الروسي يؤكد لنظيره الصينية همية تطوير التعاون العسكري بين البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي الصحة العالمية تدعو بكين المزيد من الشفافية بشأن وباء كورونا والصين تعتبر قيود الصفر بشأنها تمييزية انتهت هذه النشرة المفصلة شكرا للمتابعة في أمان الله